بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2 من ضمن دروس الباب الأول وهو بعنوان Central Processing Unit ننتقل معا إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 19 Program Control هذا الدرس هو عن كيفية التحكم في سريان البرامج وفيه سنعرف ما سنقصد بProgram Control وما هي تعليمات التحكم في البرامج Program Control Instructions نبدأ بالحديث عن Program Control المقصود بالبرامج Control هو التدخل المقصود لتغيير السريان الطبيعي لتنفيذ التعليمات في الحاسب نحن نعرف أن التعليمات Instructions are stored in successive memory locations هناك مواقع في الزاكرة إذا كانت هذه هي الزاكرة هناك مواقع في الزاكرة والتعليمات تكون مخزنة في مواقع متتالية هنا وهنا وهنا وهكذا البروغرام كاونتر دائما يكون محتواه هو عنوان التعليمة التالية البروغرام كاونتر البي سي دائما contain the address of the next instruction هذا عمل البروغرام كاونتر دائما نجد فيه عنوان التعليم التالية وكلما انتهى تنفيذ تعليم في الحاسب يذهب الحاسب إلى عنوان التعليم التالية الذي يجده في البروغرام كاونتر لذلك إذا لم يكن هناك تدخل في سريان البرامج تظل محتويات البروغرام كاونتر تزيد بواحد كل مرة لأننا ننتقل كلنا من موقع إلى الذي يليه في الذاكرة ولكن البروغرام كونترول إذا ظهر التعليم تحكم في البرنامج هذه قد تغير الرقم الموجود في البروغرام كاونتر وبالتالي عندما يكتمل تنفيذ التعليم الحالية ويذهب الكمبيوتر إلى البروغرام كاونتر لينظر في عنوان التعليم القادمة سيجد أنها أخذته إلى مكان آخر في الذاكرة غير المكان الذي كان عليه الدور تغير التسلسل الطبيعي لسريان البرنامج A program control instruction may change the address value in the program counter and alter the flow of control يعني يغير المسار الطبيعي لسريان البرامج نضرب مثال إذا كانت التعليم في العنوان 1 والتعليم التي تليها في العنوان 2 والتي تليها في العنوان 3 حسنا تنفيذ التعليم في العنوان 2 يكون البروغرام كاونتر جاهز بالرقم 3 وهو التعليم التالي ولكن بسبب program control instruction تغير محتوى البروغرام كاونتر ليصبح مثلا 17 بعد الانتهاء من تنفيذ التعليم 2 ينظر الحاسب إلى البروغرام كاونتر فيجد الرقم 17 فيذهب مباشرة إلى موقع 17 لإيجاد التعليم الجديد وهي هذه لاحظ أنه الدور كان على الرقم 3 ولكن بسبب البروغرام كونترول انستركشن حصل قفص من هنا وإلى 17 إذن تغير المسار الطبيعي لتنفيذ التعليمات بفعل البروغرام كونترول انستركشن طيب ما هي هذه التعليمات التي تتسبب في تعديل مسار تنفيذ التعليمات في الحاسب هناك عدد من التعليمات خمسة التعليمات الأولى هي التي تتسبب مباشرة في تعديل أو تغيير مسار تنفيذ التعليمات في الحاسب هذه التعليمات هي لتغيير المسار الطبيعي للبرنامج بالنسبة للبرانش والجمب قد تكون مشروطة يعني الحاسب يفرع أو يقفز إلى مكان محدد في الزاكرة عند حدوث شرط معين هذه تسمى كونديشنال برانش أو كونديشنال جمب وغد لا تكون مشروطة بمجرد أن يصل الحاسب إلى تعليمة التفريع أو القفز يقفز ولا ينظر في أي شروط ليتأكد من توفورها الاسكب التخطي هو يصنف من الزيرو أدريس انستريكشنز ولا يحتاج إلى تحديد عنوان مثل ما يحدث في حالة البرانش والجمب التفريع يأخذنا إلى عنوان والقفز يقفز بنا إلى عنوان وبالتالي هذه تعليمة التعليمة البرانش وتعليمة الجمب تحتاج إلى أدريس فيل أما الاسكب فلا يحتاج إلى أدريس فيل لأنه اسكب بمعنى تخطى البروغرام كاونتر كان يمسك رغم نريد منه أن يتخطى ذلك الرغم فيحصل إنكريمنت لمحتوى البروغرام كاونتر فنصحب إلى العنوان الذي يليه وبالتالي لا نحتاج إلى أدريس فيل ولكنه أيضا يسبب قفز للتسلسل الطبيعي لأننا تخطينا أحد التعليمات وذهبنا للتعليمة التالية الكول والريتيرن هم تعليمتين من تعليمات التحكم في البرامج لكنهم يستخدموا مع السابروتينز عادة ما هي السابروتينز؟ هي مجموعة من التعليمات المتعلقة ببعضها البعض التي لها علاقة ببعضها البعض يذهب إليها البرنامج بين كل لحظة وحين أو أحيانا ينفذ عدد من العمليات المتتالية والمتشابهة على البيانات ثم يرجع إلى مساره الأصلي نذهب إلى هذه التعليمات ذات الصلة بالأمر كول نستدعي السابروتين وبعد أن ينتهي الحاسب من تنفيذ هذه التعليمات التي لها علاقة ببعضها البعض ويريد أن يواصل في البرنامج الرئيس يعود من السابروتين بأمر ريتين إذن الكول استدعال السابروتين والريتين هو ريتين أوف سابروتين عودة إلى البرنامج الأصلي تعليمة كومبير وتعليمة تست هم تعليمتين لا يسببان مباشرة تغيير تغيير مسار البرامج مثل التعليمات الخمسة التي قبلها ولكنهم كتبوا في هذا الجدول لعلاقتهم الغير مباشرة بالتفريع دائما هم مربوطين بالبرانش ولكن البرانش هنا يكون مشروط إما بنتيجة كومبير نقارن بطرحهم من بعض أو نقارن بعمل أندين للبيتس الموجودة فيهم بعد المقارنة إما بالطرح وإما بالأندين بعد ما تنتهي المقارنة يحصل تهيئة للشروط المطلوبة للتفريع إذن الكمبير والتست are used to set conditions So set conditions لماذا؟ لبرانش Instructions by updating status bits الستيطس هي عدد من البيتس يراقبها الحاسب ليعرف حدوث شرط من عدمه وسنراها في درس قادم هذه الستيطس بيتس ولكن يهمنا في هذا الجدول أن الكمبير والتست يتسببان في بروغرام control instructions لحدوث برانش بعد التأكد من بعض الشروط هذه الشروط تهيئ بمقارنة two operands بطرحهم أو باختبار two operands بعمل ending بين محتوياتهم لذلك كتبناهما ضمن البرغرام control instruction بسبب ما يلي من conditional branch بعده هذه قائمة بالبرغرام control instructions التي تتسبب لتغيير المسار الطبيعي لتنفيذ التعليمات في الحاسب وذلك بتغيير محتوى البرغرام counter وإلى اللقاء في درس قادم